تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة وبرعاية سموه ومعالي الدكتورة إناس عبد الدائم وزيرة الثقافة المصرية انطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الأقصر للشعر العربي والتي تستمر ثلاثة أيام بحضور وفد من حكومة الشرقة برئاسة سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة ومحمد الكسير مدير إدارة شؤون ثقافية في الدائرة ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشرقة التفاصيل مع موفى دنار عد أمان أصبح الاحتفاء بالشعر في مدينة الأقصر المصرية احتفاء بأحد المظاهر الجمالية والحضارية لهذه المدينة العريقة فبعد ثلاث سنوات من إنشائه ينطلق بيت الشعر في الأقصر نحو عامه الرابع محملا بإنجازات باهرة وبسيط عم كل ربوع مصر الكنانة في مركز الأقصر للمؤتمرات كان الافتتاح الرسمي لفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الأقصر للشعر العربي بحضور المسؤولين من الجانب المصري ومن دائرة الثقافة في الشارقة برئاسة سعادة عبدالله العويس وبمشاركة العديد من الشعراء والأدباء والنقاد والمثقفين من مختلف المحافظات والمدن المصرية ومن بعض الدول العربية في كلمته قدم حسين القباح مدير بيت الشعر في الأقصر موجزا عن مسيرة البيت وإنجازاته خلال الفترة الماضية والأثر الذي أحدثه حتى الآن على الساحة الشعرية والثقافية المصرية ونقل العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر إلى الحاضرين تحيات مصطفى ألهم محافظ الأقصر مؤكدا على الدور البارز الذي يقوم به بيت الشعر في إثراء المشهد الأدبي في مصر ومشيدا بالإسهام الكبير للشارقة وحاكمها في هذا المجال وقال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن مدينة الأقصر تعد من مدن الشعر التي تغرس بذوره عبر التاريخ وتفتح آفاقا من الجمال وقدمنا الشكر لبيت الشعر في الأقصر ولدائرة الثقافة في الشارقة اسمحوا لي أن أشكر بيت الشعر بالأقصر ودائرة الثقافة بالشارقة على ذلك الاستمرار على ذلك الاستمرار الذي يجمعنا دائما حول الشعر وحول الكلمة الجميلة اسمحوا لي أن أشكركم جميعا لاهتمامكم بالحضور إلى هنا شهد حفل افتتاح المهرجان مشاركة عدد من الشعراء في إلقاء قصائد كما تم تكريم المشاركين من الشعراء بشهادات تقديرا لمشاركتهم الفاعلة في إنجاح المهرجان واستقبل بيت الشعري ضيوفه ورواده في مقره مساء اليوم نفسه حيث بدأت الفعالية بافتتاح المعرض التشكيلي الدولي أبجد بين الضاد والنون ضم أربعين عملا تشكيليا وخطيا بمشاركة سبعة وثلاثين فنانا من تسع دول بينها الإمارات العربية المتحدة واستمع الحاضرون بعدها واستمتعوا بالأمسية الشعرية التي شارك فيها ستة شعراء من مختلف الأجيال والتجارب الشعرية في حضن هذا البيت الذي أصبح كغيره من بيوت الشعر في الوطن العربي يعيد لديوان العرب ألقه وجماله وللغة الضاد بهاءها ورونقها لأخبار الدار كان معكم العاد أمان والمصور عبد الرحمن الطنيجي من مدينة الأقصر جنوب مصر